بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف التاسع أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية درسنا اليوم في الاستماع روح الحياة عزيزي الطالب تأمل هذه الصورة ثم أجب عن الأسئلة الآتية صف شعور هذا الطائر الجميل ترى أيشعر هذا الطائر بالفرح؟ أتظن ذلك؟ أم تراه يشعر بالحزن والألم؟ أنا أميل إلى أنه يشعر بالحزن والألم ما سبب هذا الشعور؟ بالتأكيد لأنه حبيس أسير فقد أهم شيء في الحياة بل فقد روح الحياة الحرية ترى أكان شعوره سيختلف لو كان القفص ذهباً حتى لو قدم إليه أفضل الطعام لن يختلف شعوره بالتأكيد فشعور الحزن والألم سوف يرافقه دائماً فالحرية لا تعوض إذن سوف نتناول في هذا الدرس نصاً مسموعاً عن الحرية يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن يستنبط الأفكار الرئيسة وبعض المعلومات في النص المسموع أن يقيم أداء المتحدث في تنظيم أفكاره وتنويعه نبرات الصوت بما يناسب المعنى أن يحدد موقف المتحدث من الموضوع من خلال فهم النص بني العزيز بداية هيا نتذكر المهارات المطلوبة في نص الاستماع أولاً تحديد الفكرة الرئيسة للنص المسموع من خلال التركيز والانتباه أثناء الاستماع فلكن تجيب عن سؤال الاستماع لابد أن تنتبه للنص تستنبط مضمونه وأفكاره الرئيسة والفرعية ونوع المعلومات الواردة فيه كل ذلك لابد أن تنتبه إليه جيداً حتى تفهم الموضوع وتجيب عن سؤال الاستماع إجابة صحيحة ثانياً قراءة الأسئلة وتحديد الكلمات المفتاحية الرئيسة فيها فقرئ السؤال جيداً وحدد الكلمات المفتاحية فيها مثلاً اقرأ هذا السؤال ختم المتحدث النص بفكرة عن العبودية وضح هذه الفكرة وبين مدى مناسبة هذه الفكرة لموضوع النص هيا نحلل السؤال ختم أي أن التركيز على جزء نعم الخاتمة من النص كذلك فكرة أي أن السؤال عن الفكرة لا عن الإسلوب ولا عن العاطفة ولا نبرات الصوت ولا غير ذلك بل السؤال عن الفكرة كذلك وضح هذه الفكرة لابد أن توضح الفكرة وتشرحها وتفسرها كذلك بين مناسبة هذه الفكرة لموضوع النص إذن هناك ارتباط وثيق بين هذه الفكرة وموضوع النص ما العلاقة بين الفكرة وموضوع النص؟ هل هي مؤكدة لهذا الموضوع؟ هل هي مفصلة؟ هل هي مفسرة؟ هل أضفت جديداً؟ كل ذلك يوضح المناسبة بين الفكرة والموضوع ومن المهارات المطلوبة أيضاً تقييم أداء المتحدث في تنظيم أفكاره وتنويعه نبرات الصوت بما يناسب المعنى لاحظ بني العزيز هذين المقطعين من قصيدة بطل السحراء للشاعر أحمد شوق لاحظ كيف جاءت الأفكار منظمة؟ وهل انتقل الشاعر من فكرة إلى أخرى في سلاسة موضوع؟ وهل كانت الأفكار متناغمة؟ هل كانت القصيدة جسداً واحداً؟ أم أنك رأيت خللاً في هذا التنظيم؟ لاحظ أيضاً بني كيف تنوعت نبرات الصوت بحيث لا يكون الصوت على وطيرة واحدة؟ هل كان صوت المعلم وصوت زميلك حينما قرأ هذا النص؟ هل كان على وطيرة واحدة؟ فعندما قرأ المعلم البيت الأول وفيه ركز رفاتك ألم تشعر بهذا التحسر؟ وحينما جاء النداء في البيت الرابع ألم يعلو الصوت ويرتفع؟ فهل ناسبت نبرات الصوت المعنى الذي قدمه الشاعر؟ وهل كانت هذه النبرات مرتبطة بالعاطفة؟ كل ذلك لا بد أن يراعى عند تقييم أداء المتحدث في تنظيم أفكاره وفي تنويعه نبرات الصوت ومن المهارات أيضا تحديد موقف المتحدث من خلال فهمك النص فإلى أي شيء يميل المتحدث؟ ما الذي يرفضه؟ ما الذي يعجب به؟ ما الذي يستنكره؟ انظر إلى أبيات أحمد شوقي عن عمر المختار تراها تفيد إعجابا بتضحياته وشجاعته في مواجهة أعداء وطنه وكرها للاستعمار فلا بد أن تحدد موقف المتحدث بدقة من خلال فهمك النص بنيا العزيز افتح كتابك في الصفحة الثانية والستين استمع النص للمرة الأولى لتتعرف الفكرة الرئيسة أولا قبل استماعك المقطع الصوتي عليك مراعاة الإرشادات الآتية استمع بتركيز متجنبا للعوامل المشتتة من حولك ثانيا يمكنك كتابة أهم نقاط النص المسموع في المكان المخصص لذلك روح الحياة إنها الحرية أجمل القيم والمشاعر التي يعيشها الإنسان في حياته والسلعة الباخذة الثمن التي يضحي الأحرار من الناس بأموالهم وأرواحهم في سبيل تحصيلها لأنفسهم وأوطانهم إنها شعور رائع يلازم الإنسان في كل مناح الحياة أينما ذهب ويحتاج أن يعيشها في كل المواقف والأماكن فهي في رأي المنفلوطي شمس يجب أن تشرق في كل نفس فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة يتصل أولها بظلمة الرحم وآخرها بظلمة القبر الحرية هي الحياة ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه شيء بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال لذا كن على يقين بأن حريتك هي إعلان عن قيمتك في الحياة فلا تفرط فيها واعلم أن الحرية لا يمكن أن تعطى على جرعات فالمرء إما أن يكون حراً أو لا يكون كما صرخ بذلك نيلسون ماندلا ومع هذا كله هناك الكثيرون ممن لا يقدرون الحرية هناك الكثيرون ممن لا يقدرون الحرية قدرها الذي تستحق ويتهاونون في شأنها تهاوناً يفقدهم احترام الآخرين لهم ويفقدهم أنفسهم أحياناً فكم من إنسان فقد حريته بتهور غير مبرر وكم من إنسان تعد على حرية الآخرين بقلة وعيه وإدراكه أو سوء خلقه ألا يجب علينا أن نحترم القانون لنمنح أنفسنا فرصة التمتع بها؟ ألا يجب علينا أن نراعي أقوالنا وأفعالنا كي نعيش لحظاتها باطمئنان؟ فكم من الحسرة والندامة سنعيشها لو قارننا بين حياة نعيشها ونحن أحرار وبين حياة نعيشها وقد فقدنا الحرية؟ إن هذه القيمة ملازمة لك أيها الإنسان وخلقت لأجلك فعيش لحظاتها بفهم وخلق ولا تترك التهور يقودك فترحل عنك تمهل عند قيادتك المركبة تلطف في معاملتك للجار والصديق والعامل لا تؤذي غيرك بلفظ أو سلوك فتمتعك بحريتك لا يكون على حساب حريات الآخرين فكل تصرف شائن منك قد يكون سبباً في أن تخسر قيمتك وحريتك التي تجلب لك الحركة والحياة السعيدة وتجمعك مع من تحب من دون أي قيود وتأكد أن من لا يعرف قيمة الحرية فهو لم يعيش الحياة كما يجب لذا أبعد نفسك عن كل ما يمكنه مصادرة حريتك من مخدرات وتدخين وغيرها من الآفات التي تجعلك أسيراً لتعاطيها كن حراً أنيقاً محبوباً واعياً كما أراد الله لك ولا تستلذ بطعم العبودية لأحد أو شيء سوى عبودية الخالق التي هي جوهر حريتك عزيز الطالب بعد أن استمعت النص ودونت ملاحظاتك افتح كتابك في الصفحة الثانية والستين اقرأ الأسئلة جيداً ثم استمع النص مرة أخرى للإجابة عنها بدقة الآن قيم إجاباتك وتأكد من صحتها السؤال الأول ما الفكرة التي عبر عنها المتحدث في مقدمة النص قلنا أنه من البداية لابد أن تحدد الكلمات المفتاحية في السؤال هنا كلمتان الفكرة والمقدمة السؤال عن الفكرة في المقدمة في هذا الموضع من النص تحديداً الفكرة هي الحرية أجمل القيم والمشاعر التي يعيشها الإنسان في حياته ويجب أن يحرص عليها ويضحي من أجلها هذه الفكرة في مقدمة النص أن الحرية أجمل القيم وأن الإنسان لا بد أن يحرص عليها السؤال الثاني ضع علامة الصواب جانب العبارة الصحيحة وعلامة الخطأ جانب العبارة غير الصحيحة فيما يأتي ألف شبه المنفلوطي الحرية بأنها شمس تضيء حياة الإنسان هذه العبارة صحيحة أو غير صحيحة نعم الإجابة صحيحة لأنه قال أن الحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس باء شبه المتحدث حياة الإنسان الفاقد الحرية بحياة اللعب المتحركة هل سمعتم هذا التجبيه في النص؟ نعم إذن في الإجابة صحيحة جيم من العوامل التي ذكرها المتحدث لضياع الحرية الخلل في الإيمان والعقيدة هل وردت هذه العبارة في النص المسموع؟ كلا لم ترد إذن في الإجابة خطأ السؤال الثالث ما عاقبة من لا يقدر الحرية كما ورد في النص المسموع؟ هذا سؤال من أسئلة الأفكار هذا الإنسان الذي يتهاول في شأن الحرية ماذا يحدث له؟ نعم يفقده احترام الآخرين له ويفقده نفسه أحياناً فمن يتهاون في شأن الحرية بقلة وعيه وإدراكه وسوء خلقه ذلك الأمر قد يفقده كل شيء السؤال الرابع أي النصائح الآتية قدمها المتحدث للحفاظ على الحرية؟ قول كلمة الحق اللطفة في المعاملة مساعدة المظلومين الاستفادة من التجارب ماذا قدم؟ أسمعك بني أحسنت نعم اللطفة في المعاملة النصيحة هي اللطفة في المعاملة السؤال الخامس أي الأسئلة الآتية تناسب ما قاله نيلس مندلة في النص المسموع كيف نحافظ على جرعات الحرية؟ هل يمكن إعطاء الحرية على جرعات؟ من المسؤول عن تقسيم الحرية إلى جرعات؟ ما المواقف التي نحتاج فيها إلى جرعات الحرية؟ ما الذي قاله نيلس مندلة؟ نعم هل يمكن إعطاء الحرية على جرعات؟ فالمرء إما أن يكون حرا أو لا يكون كما صرح بذلك ونيلس مندلة هو مناضل من جنوب إفريقيا حاربت تفرقة العنصرية وسجن في سبيل ذلك سبعة وعشرين عاما حتى كللت جهوده ونضاله بالنجاح وصار أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا ذلك في عام أربعة وتسعين وتسعمائة وألف السؤال الثالث دلت نبرة صوت المتحدث عند قراءته مقولة نيلس مندلة على ما الذي قاله نيلس مندلة؟ قال فالمرء إما أن يكون حرا أو لا يكون هذا دل على نعم التأكيد تأكيد العبارة قبلها أن الحرية لا يمكن أن توطى على جرعات فالإنسان إما أن يكون حرا أو غير حرا السؤال السابع ما الآفات التي طلب المتحدث لابتعاد عنها في خاتمة النص المسموع؟ ولماذا طلب ذلك؟ إذن سنتجه إلى الخاتمة كما رأينا من قبل الآفات التي طلب المتحدث لابتعاد عنها هي؟ نعم طلب أن تبتعد عن كل ما يمكنه مصادرة حريتك من مخدرات وتدخين وغيرها من الآفات ولماذا طلب ذلك؟ نعم لأنها تجعلك أسيرا لتعاطيها وقد تسلبك الحرية السؤال الثامن اطرح سؤالا جديدا من تعبيرك يعينك جوابه على فهم موضوع النص ما موضوع النص؟ النص يتحدث عن الحرية ما السؤال الذي إذا طرحناه أعاننا جوابه على فهم موضوع النص؟ اقترحوا أسئلة أسمع من يقول لماذا نحب الحرية؟ بإجابة هذا السؤال جزء رائع من مضمون النص كذلك يقال إن حريتك تقف عندما تبدأ حريات الآخرين وضح ذلك حسب فهمك النص نعم هذا سؤال شامل إن حريات الإنسان ليست مطلقة بل هي مقيدة بحريات الآخرين كيف توضح ذلك؟ السؤال التاسع ما موقف المتحدث من موضوع النص الذي استمعت إليه؟ هل يشكك في فائدة الحرية دون ضوابط؟ هل يعتقد بضرورة تقييد حرية المسئين؟ هل يناشد بمنح الحرية للمحتجزين ظلما؟ أم يرى أن الحرية حق للإنسان ومسؤولية عليه؟ نعم الإجابة هي راجع إجابتك الإجابة هي أنه يرى أن الحرية حق للإنسان ومسؤولية عليه السؤال الأخير خاتب المتحدث النص بفكرة عن العبودية وضح هذه الفكرة وبين مدى مناسبة هذه الفكرة لموضوع النص إذن السؤال في الخاتمة وعن الفكرة وعن علاقة الفكرة بالموضوع الفكرة هي التحذير من التلذذ بالعبودية إلا لله هل جاءت مناسبة لموضوع النص؟ بالتأكيد فقد جاءت مناسبة ومؤكدة لموضوع النص فالحرية هي روح الحياة والإنسان إذا نال حريته ساعد بحياته والعبودية لله هي جوهر الحرية ختاما أبناء الأعزاء فقد تناولنا في هذا الدرس أفكاره وكانت عن الحرية وأهميتها وكيفية التمتع بها كذلك تقييم أداء المتحدث في تنظيم أفكاره وتنويعه نبرات الصوت بما يناسب المعنى وأخيرا موقف المتحدث من الموضوع من خلال فهم النص دعواتنا لكم بالتوفيق والسداد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته